المذهب الاثنى عشري هكذا يصطلح على هذا المذهب هكذا يقولون وهذا المصطلح لم يرد عن الأئمة أبدا نحن اثنى عشريون ولكن على الدين الاثنى عشري وليس على المذهب الاثنى عشري إلا إذا أردنا من كلمة المذهب المعنى اللغوي يعني الطريق الاتجاه لكنهم هؤلاء أتحدث عن الطوسيين حينما يستعملون هذا المصطلح المذهب يستعملون المصطلح الفقهي المصطلح الكلامي هناك دين وهناك مذاهب تحت خيمة هذا الدين بحسب المصطلح الكلامي المصطلح الفقهي وفقا للدين العباسي المعتزلي اللوطي شخصية مذكورة معروفة في الكتب وفي الأسفار والسيار أبو الحسن الضرير يقول كنت يوما في مجلسي الحسن بن عبد الله ابن حمدان ناصر الدولة فتذاكرنا أمرا ناحية هذا مصطلح معروف بين الشيعة وبن حمدان شيعة قد يقول النصيريون من أنهم نصيريون ولكن لا دليل على ذلك فبن حمدان شيعة وأعتقد أنني قرأت عليكم بعض أبيات من القصيدة الشافية لأبي فراس الحمداني هؤلاء هم من نفس هذه الأسرة وهو يتحدث بلسان الشيعي الاثني عشري وقصيدته مشهورة معروفة لا أريد أن أخوض في هذا النقاش فبن حمدان شيعة على المذهب الاثني عشري هكذا يصطلح على هذا المذهب هكذا يقولون وهذا المصطلح لم يرد عن الأئمة أبدا نحن إثنى عشريون ولكن على الدين الاثني عشري وليس على المذهب الاثني عشري إلا إذا أردنا من كلمة المذهب المعنى اللغوي يعني الطريق الاتجاه لكنهم هؤلاء أتحدث عن الطوسيين حينما يستعملون هذا المصطلح المذهب يستعملون المصطلح الفقهي المصطلح الكلامي هناك دين وهناك مذاهب تحت خيمة هذا الدين بحسب المصطلح الكلامي المصطلح الفقهي وفقا للدين العباسي المعتزلي اللوطي أعود إلى الرواية كنت يوما في مجلسي الحسني ابن عبد الله ابن حمدان ناصر الدولة فتذاكرنا أمر الناحية إنها الناحية المقدسة عنوان عند الشيعة عن صاحب الزمان قال من الذي قال ناصر الدولة الحمداني كنت أزري عليها كنت أزري عليها كنت أستهزئ بها من أن إماماً ولد في السر وغاب بعد ذلك لا يراه أحد ونصب له سفراء يقول كنت أزري عليها ما هو من أهل الدين رجل سياسة ورجل حكم قال كنت أزري عليها إلى أن حضرت مجلس عمي الحسين يوماً هذا عمه الحسين ابن حمدان وهو شخصية سياسية مرموقة جداً في زمانه هذا اسمه أتحدث عن ناصر الدولة الحسن ابن عبد الله ابن حمدان عمه الحسين ابن حمدان الحسين ابن حمدان جاء ذكره في كامل التاريخ أيضاً في الجزء السادس من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل صفحة أربعمية وثمانية وثمانين في حوادث سنة ثلاثمية وثلاثة ذكر أمر الحسين ابن حمدان في هذه السنة خرج الحسين ابن حمدان بالجزيرة عن طاعة المقتدر بالجزيرة هذه المنطقة التي تلتقي عندها أراضي العراق وسوريا وتركيا هي هذه الجزيرة في هذه المناطق وهي هذه مناطق بني حمدان في هذه السنة خرج الحسين ابن حمدان بالجزيرة عن طاعة المقتدر إلى آخر الكلام ثم يظهر من كلام ابن الأثير من أن الخليفة العباسي ألقى القبض على الحسين ابن حمدان وأودعه الحبس ويبدو أنه قتل في الحبس بحدود ثلاثمية وثلاثة صاحب الأعيان تحدث عنه أيضا محسن الأمين العاملي في الجزء الخامس في الجزء الخامس صفحة أربعمية واحد وتسعين أبو علي الحسين ابن حمدان إلى أن يقول عم سيف الدولة قتل في جمادة الأولى سنة ثلاثمية وستة قتله المقتدر العباسي في بغداد قتله في الحبس بعد أن سجنه لأن الحسين ابن حمدان خرج عن طاعة الخليفة إذن نحن نتحدث عن شخصيات حقيقية موجودة على أرض الواقع وعن حوادث تتناسب مع هذه الشخصيات إنما جئتكم لكتب التأريخ وكتب التراجم على سبيل المثال وإلا فقد ذكروا في العديد من المصادر التأريخية الأخرى التي أرخت لتلك الفترة والتي أرخت لبني حمدان هكذا يقول ناصر الدولة لما ذكر أمر الناحية المقدسة كنت أزري عليها إلى أن حضرت مجلس عمي الحسين يوما فأخذت أتكلم في ذلك أخذت أتكلم في ذلك مستهزئا ساخرا بأمر الناحية وغيبة الإمام فقال يا بني الحسين ابن حمدان يقول لابن أخيه الحسن ابن عبد الله ابن حمدان فقال يا بني قد كنت أقول بمقالتك هذه سياسيون يحسبون الأمر حسابا سياسيا حسيا يا بني قد كنت أقول بمقالتك هذه إلى أن ندبت لولاية قم كي أكون واليا عليها من قبل الحكومة العباسية إلى أن ندبت لولاية قم حين استصعبت على السلطان استصعبت حينما يرسلون واليا لها كان القمويون يرفضون وما كانوا يدفعون الخراج وهذه الأمور مبينة في كتب التأريخ إلى أن ندبت لولاية قم حين استصعبت على السلطان وكان كل من ورد إليها من جهة السلطان يحاربه أهلها فسلم إلي جيش وخرجت نحوها الحكومة العباسية أعطته أعطته جيشا وقالت له أنت وال على قم فاذهب ودبر الأمر فلما بلغت إلى ناحية طزار في الطريق في الطريق إلى قم خرجت إلى الصيد ففاتتني طريدة فاتبعتها وأوغلت في أثرها حتى بلغت إلى نهر فسرت فيه بلغت إلى نهر فسرت فيه يبدو أنه كان خاليا من الماء كان جافا حتى بلغت إلى نهر فسرت فيه وإلا كيف يسير فيه إلا أن يكون جافا أو أن يكون الماء فيه قليلا جدا قطعا هو على فرسه لأنه خرج للصيد حتى بلغت إلى نهر فسرت فيه وكلما أسير يتسع النهر فبينما أنا كذلك إذ طلع علي فارس تحته شهباء فرس شهباء اللون الأشهب هو اللون الذي يقارب اللون الأشقر هكذا يقولون في تعريفه اللون الأبيض الذي خالطه سواد وهذا على درجات والأشقر من درجاته اطلع علي فارس تحته شهباء وهو متعمم بعمامة خز خضراء خز هو نوع القماش الذي كانت تلك العمامة من وهو متعمم بعمامة خز خضراء لا أرى منه إلا عينيه يبدو أنه قد تلثم قد غطى وجهه وفي رجليه خفان أحمران فقال لي يا حسين فلا هو أمرني ولا كناني باعتبار أن الحسين ابن حمدان شخصية معروفة فقال لي يا حسين فلا هو أمرني خاطبني بالأمير ولا كناني وقال لي يا أبا علي كنيته أبو علي فقلت ماذا تريد قال لما تزري على الناحية لما تستهزئ بأمر الناحية بأمر إمام زمانك لما تزري على الناحية ولما تمنع أصحابي خمسة مالك وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا رجال سياسة وحروب هؤلاء بن حمدان عسكريون قادة عسكريون وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا فأرعدت منه أخذتني الرعدة فأرعدت منه وتهيبته وقلت له قال له من حيث لا يشعر أفعل يا سيدي ما تأمر به فقال هو صاحب الشهباء يقول للحسين بن حمدان إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه إليه إلى قم إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه إليه فدخلته عفوا من دون قتال وكسبت ما كسبته وستحصل أموالا تحمل خمسه إلى مستحقه فقلت السمع والطاعة فقال انضي راشدا ولو عنان دابته وانصرف فلم أدري أي طريق سلك وطلبته يمينا وشمالا فخفي علي أمره وازددت رعبا وانكفأت راجعا إلى عسكري وتناسيت الحديد فلما بلغت قم وعندي أني أريد محاربة القوم خرج إلي أهلها وقالوا كنا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا فأما إذا وافيت أنت فلا خلاف بيننا وبينك ادخل البلدة فدبرها كما ترى لأنهم ما كانوا يبعثون إليهم شيعية فلما بلغت قم وعندي أني أريد محاربة القوم خرج إلي أهلها وقالوا كنا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا فأما إذا وافيت أنت فلا خلاف بيننا وبينك ادخل البلدة فدبرها كما ترى فأقمت فيها زمانا وكسبت أموالا زائدة على ما كنت أقدر كنت أقدر أن أحصل المبلغ الكذائي حصلت أموالا كثيرة مثل ما قال له صاحب الشهباء فأقمت فيها زمانا في قم وكسبت أموالا زائدة على ما كنت أقدر ثم وشاء القواد بي إلى السلطان وحشدت على طول مقامي وكثرة ما اكتسبت فعزلت عزله الخليفة ورجعت إلى بغداد فابتدأت بدار السلطان بدار الخليفة وسلمت عليه وأتيت إلى منزلي وجاءني في من جاءني محمد ابن عثمان العمري إنه السفير الثاني فتخط الناس حتى اتكأ على تكأتي جلس بجانبي فاغتظت من ذلك ولم يزل قائدا ما يبرح الناس تخرج وهذا جالس لماذا لا يخرج ولم تكن فيما بينه وبين العمر من علاقة وثيقة ما الذي جاء به وتخطى الناس وجلس في المجلس القريب من الحسين بن حمدان وهذا غاضه وجاءني في من جاءني محمد ابن عثمان العمري فتخط الناس حتى اتكأ على تكأتي فاغتظت من ذلك ولم يزل قائدا ما يبرح لا يتحرك والناس داخلون خارجون وأنا أزداد غيظا يزداد غيظا من محمد ابن عثمان العمري فلما تصرم الناس تفرقوا وخلاء المجلس دنى إلي محمد ابن عثمان العمري دنى إلي وقال بيني وبينك سر فاسمعه فقلت قل فقال صاحب الشهباء والنهر يقول قد وفينا بما وعدنا فقد دخلت مدينة قم من دون قتال والناس سلم سلم لك الأمر وحصلت ما حصلت من الأموال بيني وبينك سر فاسمع الحسين ابن حمدان يقول فقلت قل فقال صاحب الشهباء والنهر يقول قد وفينا بما وعدنا فذكرت الحديث وارتعت من ذلك ارتعت من ذلك أصابني ما أصابني من الخوف من الرعب من العجب من هذا الذي جرى عليه إنه أمر غيب إنها الحقيقة الحسين ابن حمدان في مواجهة الحقيقة فذكرت الحديث وارتعت من ذلك وقلت السمع والطاعة فقمت فأخذت بيده كان مغتاضا من الآن أدخله إلى خزائنه فقمت فأخذت بيده بيد محمد ابن عثمان العمري ففتحت الخزائن فلم يزل يخمسها إلى أن خمس شيئا كنت قد أنسيته مما كنت قد جمعته وانصرف ولم أشك بعد ذلك وتحققت الأمر عرفت أن الأمر حقيقة الحسن ابن عبد الله ابن حمدان يقول لأبي الحسن المسترق الضرير فأنا منذ سمعت هذا من عمي أبي عبد الله زال ما كان اعترضني من شك بحسب القرائن المتوفرة فإن الواقعة هذه كما قلت لكم تكون في السنة التسعين بعد المئتين تقريبا من خلال جمع المعطيات مما جاء في تفاصيل حياة الرجلين إنني أتحدث عن الحسين ابن حمدان وعن ابن أخيه الحسن ابن عبد الله ابن حمدان نذهب إلى فاصل